طب وإيه أحلى كلمة قالت لتاني يا صالح أحلى كلمة قالت ياه لا فيه طبعاً طير بس أنه إذا بدك أحلى أحلى كلمة بقيت بيكون ولادة قالوا ليها خروج ديبلوماسي جداً لا أصف فعلاً قالوا لك إيه يعني مثلاً لما يقولوا لي أنه أنا كنت أم منيحة أو أنه هن مثلاً بيحبوني بحبهم بسط تير أكتر شيء كل الأولاد بيحبوا أماتهم إيه بس بوقتها تكون عم تشتغل وتعمل كذا شغلة وبدك تكون فنان ومدرشوه بحيث حاله أوقات وقد أطلو حد أنانة أنه يهتم بس بشغله ووقتها بولدك بيقولك لأ أنت ربيتين منيحة يعني أعطاك جايزة أنه مش أنه أنت بس اهتميت بحالك إيه أصعب حاجة سمعتيها أوف نعم ما فيه يقولك يعني هيدا تاب برسونال طب أصعب موقف بس فيه شغلة كتير صعبة أصعب موقف وقتها تكون بتحترم شخص كتير وتحبه كتير 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 ولقلك هو مثل معلم وأستاذ يعني بعد شوي عيقونة بس ما تقدر تعطيه عاطفة حميمة وتأذيه لأنك ما عم تقدر تعطيه هيدا العاطفة دا حصل مع تاني مين مين ما فيه يقولك بردو لا طبعا ما فيه يقولك بس ايه بتحزن كتير القصة شيء للدرجات دي محزن